المخرج أنا عايز أعرف كوريس أنت شتغلت مع اللي في التسعينات ورق ورق أعتقد يعني عالم ورق ورق وعملت معا مسلسل كمان اسمه حبيب اللازل أعرفه حبيب اللازل أعرفه عمان البحر درويش لكان مسلسل عظيم وكان مسلسل جميل وهي اللي كانت مصممة للسعرات بالمناسبة لها مدام نيلي مؤسسة فنية متكمة بتفهم في كل حاجة استعراض تفهم في الأزياء كتي بتعمل معظم الأزياء لنفسها كان فيه معاها المصممين بس هي جات في مسلسل حبيب اللازل أعرفه كانت هي اللي بتصمم للسعرات الفوزير كان بيعمل الأستاذ حسن عفيفي فيه معادة سنة بتاعت شيرين رضا عملها الأستاذ محمود رضا إنما نيلي بقى في كل استعراضاتها يعني هي بتفهم كويس جدا ودنها موسيقية والتزام غير عادي يعني إحنا كلنا بنروح لقاء موجودة في الاستوديو هي أول واحدة أنا ما نساش في عالم ورق ورق كانت أول واحدة تروح أول واحدة تروح وآخر واحدة تمشي جهزة حفظة وبعدين عندها زكاء فطر إنها تعرف الميزانسية الحركة تعرف الدكوباج التعطيع قادرة على استعاب كل التفصيلات تاريخ عايزين نعرف بقى التعامل مع شريهان يعني الشغل مع شريهان وفوزير شريهان وزي ما كنت لسه بتقول يعني في نقلاته كانت أصعب فوزير اشتغلتها مع شريهان لما عملت الثلاث شخصيات حليمة وكريمة وفاطيمة يمكن يعني برضو كانت فوزير بفاش ننسيها يمكن في قناة بتجيب بتجيب لنا الفوزير تحت زمان دي والحد دلوقتي أنا من عاشقة الفوزير ولزم أتفرج عليها في رمضان يعني بحيث أنها جزء كده من رمضان التعامل بقى في الفوزير حليمة وفاطيمة وكريمة كان عامل ازاي؟ أولاً شريهان دي حت البنبوني حاجة جميلة ورائعة بنعيد عليها بنعيد عليها كل سنة وانت طيبة ودايماً جميلة ودايماً بصحة وبخير وسعادة ويعني ما ينفعش كده رمضان يكون موجود من غير شريهان احنا بنثمن أن شريهان ترجع تاني أكيد يا رب ترجع لأنها كانت شريهان حالة مختلفة تماماً شريهان لما روحنا تشتغل معاها أولاً واحدة مننا يعني أنا اشتغلت وانا عندي 24 سنة فكت قريبة يعني هي كتت أصغر شوية بس قريبين من بعض تقعد معاك على الأرض تأكل معاك تزهر معاك تخرج معاك تتهزر حالة جميلة جداً وكت قمية بتعمل مسرحية علشان خاطر عيوني عشان خاطر عيوني أنا عايز بس إيه؟ عايزك تولق له؟ شكراً لكم